اشتركوا في القناة تلاقي انه الكوع تاعه او المرفق تاعه صار له ايش زي كانه فلت من مكانه او صار فيه الم والولد بطل يحرك ايده وصار الولد ايش يعيط كتير تمام او يبكي كتير طيب شو هذي هذي عبارة عن انه لما شدينا الولد المفصل اللي خاص بعظمة الكعبرة مع الذراعة طلع من مكانه الام على طول مباشرة تحمل الطفل وبتجيبه على عيادة العظام امره بسيط جدا بامكانك يا اختي انك تحلي المشكلة هذه عندك بسيط جدا انه انا باجي بامسك ايد ابني تمام الايد الايد على الايد والايد التانية تحت المرفق وبصير ايش حرك ساعد ابني او ايده يمينا ويسارا وهذا بالنسبة للمرفق تسعين درجة على طول مباشرة ايدي التانية بتكون تحت الكوع بحس انه ايش العظم رجع الى وضعه الطبيعي او المفصل رجع الى وضعه الطبيعي والولد اللي كان ببكي وما كان الشي بدر يحرك كوعه خف عليه الالم وصارت الامور طبيعية من اكثر الاصابات شيوعا اللي هي التواء الكاحل شو التواء الكاحل الانسان بيكون ماشي في الطريق رجله ايش بتخونه او بتلتوي منه تمام سواء التواء داخلي او خارجي طبعا الالتواء هذا يصنف الى ثلاث اصلاف اما التواء انسي او التواء وحشي او التواء عالي اللي هو جاي بين المفصل اللي بين العظمتين الصغرى والكبرى في القدم او في الساق طيب شو هو هو عبارة عن تمزق اربطة تمزق اربطة سواء الرباط الانسي او الرباط الوحشي او الرباط اللي هو اعلى مفصل القدم طيب ببساطة كيف يشخص طبعا بيجي للطبيب الطبيب ممكن يشخصه سريريا مئة في المئة من غير ما انه يطلب اشعة وبعض الاحيان لو حامت الشكوك انه هناك كسر معه بطلب عليه اشعة بيقطع الشك باليقيم طيب الحل بعد ذلك الحل الاساسي والرئيسي والضروري اللي هو عمل جبيرة لا ينفع انه والله تخليها من غير جبيرة او تعمل رباط ضاغط او ما شابه ذلك وتاخد مسكنات وما شابها لا هذا الكلام كله غير صحيح لازم توضع القدم او المفصل تاعة القدم في جبيرة لمدة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع بعدها بنفك الجبس والانسان ايش بينطلق الى الحياة قد يحتاج الى علاج طبيعي او قد لا يحتاج الى علاج طبيعي وتمشي اموره تمام لنفترض انه والله استمر الالم معه اكثر من ذلك ضروري بعد ذلك نطلب عليه صورة رنين ماغنطيسي بعض الاحيان او في بعض الاحيان بكون انه هناك عنده قطع كامر في بعض الاربطة اللي تستلزم اجراء عملية ومحاولة ترقيع هذا الرباط او محاولة اصلاح هذا الرباط وجزاكم الله عنا خير ان شاء الله